الموعد الاقتصادي الصباحي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تراجعت أسعر النفط بصورة طفيفة في تعاملات الجمعة قبيل صدور تقرير وكلة الطاقة الدولية الذي سيقيم الوضع الحالي للسوق وتراجعت العقود الآجلة لخام براند تسليم شهر أكتوبر عند 86.26 سنة للبرميل وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر سبتمبر عند 82.11 سنة للبرميل قالت رابطة مخزينية الغاز المسال الألمانية الخميسة إن بلادها ستواجه خطر نقص إمدادات الغاز حتى مطلع 2027 إن لم تتحرك لزيادة البنية التحتية التخزينية للوقود للوفاء بالطلب المرتفع خلال فصل الشتاء وعربت الرابط عن قلقها بشأن فصل الشتاء القادم نظراً لابتناء مخزونات الغاز في البلاد بنسبة 90% في الوقت الراهن ما يرفع من خطورة تعرض ألمانيا لأزمة الطاقة في حال انخفاض درجات الحرارة بسرعة ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أوت الجاري ووفقاً لديانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطات البلاد بواقع 7 مليارات دولار فاصل 5 خلال شهر أوت الجاري في حين سعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2% عند أكثر من 145 مليار دولار أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس تضاعف عجز موازنة الحكومة الفيدرالية خلال شهر جويل على أساس سنوي وبلغ عجز الموازنة 1 تريليون دولار فاصل 6 في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023 بزيادة 122% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس من الكونجرس الموافق على انفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الاحتياجات الكبيرة لذلك تأمل الإدارة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن الطلب والذي لا يغطي إلى الربع الأول من السنة المالية 2024 بحسب وكالة رويترز وتشمل الحزمة 24 مليار دولار كمساعدات نفاعية طارئة لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى للدعم الإنساني وأربعة مليارات دولار تتعلق بأمن الحدود الجنوبية مع المكسيك و 12 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ختم الموعد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة